أهم معارف جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة التاريخية معرقة سيديا محند أقلو الشرشال في السادس والعشرون عفريل 1957 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات معرقة سيديا محند أقلو الشرشال السادس والعشرون عفريل 1957 ميلادي قوات جيش التحرير طوموندوسي الزوبير يتتوان من ستة وثلاثون مجاهدا تتراوح أعمارهم بين السابع عشر والسابع والعشرون سنة وقد تولى قيادته الطوموندوسي موزق الوازا ومساعده أحمد خلاصي وتذا عبدالقادر شاموني والسي إبراهيم بلتاني من البليدة ومعمر من وديجر مسلاحين بي رشاشين من نوع F&Bار الأمريتي الصانع رشاش ثلاثون أمريتي الصانع رشاش سبع إثنت عشر أمريتي الصانع أسلحة متنوعة من نوع التربنايات أمريتية رشاشات صغيرة 149 مسدسات سنادر ذخيرة وقنابل يدوية القوات الفرنسية الكتيبة 29 القناصة التي كانت قاعدتها بفونتين دي جيني حجرة النص حاليا جنود من أصمر تيتيني وسنغالي فقة المظليون أسباب المعركة أرسل النقيب سيسليما المسؤول عسكري عن المنطقة التي ينشط بها كوموندو السيزوبير في الرابع والعشرون أفريل 1957 ميلادي رسالة إلى موسط الوازى قائد الكوموندو يخبره أن هناك تواغلات يقوم بها المظليون بدوار سيدي أم حند أقلوش وتعرض السكان لأفشع أنواع المعاملات وعطى تعليماته بالسي نحو الدوار لمهاجمة جنود العدو ووضحت لتصرفاته المشينة ضد السكان كانت الأسلحة الأوتوماتية التي استعملها التوموندو في ذلك اليوم هي تلك التي غنمها في التامين الذي نصب يوم التاسع جنوبي 1957 ميلادي بتيزي فرانتو بن مناصر موسط الوازى والمدعو السيموسى البوراجدي من موليد الرابع عشر أفريل 1925 ميلادي بدوار سلامنية بلدية بوراشي قرب مدينة عين الدفلة تجند في الجيش الفرنسي وشارت في حرب الهند الصينية وبعد عودته إلى الجزار انضم إلى الثورة تولى قيادة كوموندو سيزو بير ثم طايدا للكوموندو المنطقة الثانية للولاية الرابعة شارت في العديد من المعات والاشتباتات منها اشتبات بتيزي فرانتو في التاسع جنوبي 1957 ميلادي استشهد يوم الثامن عشر ديسمبر 1958 ميلادي في اشتبات بشريع البوليدا وطايا المعرة تحركت قوات التوموندو على إثر ذا لتنحو الهدف المرصود في يوم الجمعة السادس والعشرون أفريل للساعة الثانية صباحا غادر التوموندو مخبأه وتوجه إلى مواقع تم اختيارها من قبل حيث تم تحديد مكان العدو فتغيرت خطة الهجوم لأن العدو اكتشف أمرهم عن طريق أحد الخوانا فانسحب قوات التوموندو بحثا عن موطع استراتيجي آخر أرصانا نجاعة وفعالية وأثناء عملية الانسحاب كان العدو تبدأ بإطلاق نيران أسلحتي على المجاهدين الذين كانوا يحتمون بأشجار الغابة وللحد من تحركات العدو أطلق المجاهد سيم حمود النمري من حمام ملوان عددا من الطلقات من أرشاشه الأمريكي الصانع طومصان حتى يعاطل تقدمه وحرصا على توفير تغطية ملعيمة لتحركات المجاهدين وتسهيل عملية الصعود إلى قمة الجبل تموطع السيموس خلف الصخرة وبدأ بإطلاط النار نحو الرشاش المصوب نحوهم ليدمره وفعلا فقد نجحت عملية الصعود دون أي تخساف صفوف المجاهدين كانت هناك ثلاثة رؤوس صخرية ترتفع على قمة الجبل وتراص يبعد عن الآخر ببضعة عشرات الأمتار ووضعت الفوج على رأس كل صخرة وبالتالي أصبحوا على استعداد تام للمواجهة حيث كان هذا الموطع يشرف على الميدان كله ويسمح بمراربة تل تحركات جنود العدو تلقى الجنود الفرنسيون الأوامر بالتقدم نحو وحدات جيش التحرير ومهاجمتهم وردا على هذه المبادرة توجه موسى طلوز إلى طائد الفوج العربي من العطاف وأمره بالنزول للتموطع بالمنحدر الواقع على عشرة أمتار من متان تماتوزهم وأتدى على ضرورتات العدو يرترب أرصا من المجاهدين تيباغتوه ويطلق عليه النار على أن لا يبادر إلى أي هجوم فقد تانى على فوج العربي أن ينسحب فورا إلى موطعه الأعلى بعد أن يضرب طليعة الجيش الفرنسي المتونة من جنود ذو أصول مارتيتينية وسينيدالية وقد غير فوج العربي موطعه بعد أن انفلت من عساة العدو الذين كانوا يواصلون تقدمهم حتى فاجأتهم نيران المجاهدين فسطط منهم بعض القتلى وبعد هذا الاجتباط الخاطف عاد فوج العربي لموطعه بالقمة وساد الصمت حاول العدو إخراج وحدة جيش التحرير من مواقعهم وبعد تذيق الخناق عليه اضطر إلى تغيير خطته فاستنجد بالطيران بواسطة أجهزة الراديو وما هي إلا دقائق حتى حلق الطائراتين مطنبلتين من نوع بي 26 فوق ساحة المعركة لأنها لم تتمكن من إلقاط نابلها للمجاهدين خوفا من إصابة الجنود الفرنسيين المتموطعين بالقرب منهم ولم يتم بإمكانهم أيضا التحليق على علوم منخفض بسبب سوء الرؤية وخوفا من استعدام محتمل بالجبل وخشيتان يتم إسقاطها بطلقات المجاهدين فعادت إلى طواعدة وعوضت بطائرتين من نواتي 6 موران جدوارا على إثر ذالي تأمر موسى طلوز السيم عمر والسي بنعيش حاملي الأسلحة الثقيلة من نوع أفآم بار الأمريكي الصون بالإضافة إلى السيطيب الذي كان بحوزة رشاش 30 أمريكي الصون بإطلاط النار على الطائرتين فسططتا وتحطمتا على مسافة من متان المعركة بعد ذلك التحطت أربع طائرات أخرى من نوع موران تي 6 بميدان المعركة وظلت تقوم بحرطات استعراضية على شرط دائر يثير زوابع يتخللها رمي للقذاف بواتير عنيفة مما أوطع المجاهدين في وضعية حريجة ولولا الضباب التثيف الذي ساد المتان لما استطاعوا الانسحاب لكن مع انقشائه لاحطتهم طائرات العدو فأصيب أثناء ذا لتسل استقلال السيد طيب الميرا بقضيفة في بطنه وطبل أن يلفظ عنفاسه الأخيرة طال لرفقائي في واعتام خذوا سلاحي ولا تتروط الفاف فرنسا تأخذوا الجارة بندقية جاران الأمريكي الصنع بلغوا سلامي لتررفقائنا آه شيء آخر إذا مررتم بدوار ليراد باثنية الحد بلغوا سلامي لأفراد عائلتي وخذوا طنبلة مني إلى ابنتي الصغيرة الآن انصرفوا فورا وترطوني أموت هيا أسرعوا لقد حان وقت الهروب بسرعة انصرفوا يا إخوان ودعا ولا تشتغلوا بما سيحدث ألا ما قلتم البارحة بأنني سأرافقتكم اليوم لأسبقتم إلى جنة الفيرداوس سيلي استقلال هي الكينيا التي أطلقها المجاهدون على السيد طيب الميرا وتان ذالت أثنى النقاش حول مستقبل البلاد فلم يستوعب السيد طيب مفهوم تلمة الاستقلال وصران يشرحوها له فقالوا له عندما نطريد الاستعمال فرنسي وجيشه هنا يتون الشعطة لاستوجع استقلاله وحريته ولا تنسي الطيب لم يستواب حرصا على ذلك الاستقلال في كل مرة فردت عائلا أنا أتافح من أجل الاستيشاد في سبيل الله وليس من أجل استقلالكم ومع ذلك الورد صاروا ينادونه السيل استقلال ونظال لعدم وجود الورد الكافي لإجراء مراسم الدفن تريت السيد طيب في متانه واستانف المجاهدون سيرهم وبعد أن أزدل اللي ستائره انسحب الطائرات العدو وانتهت هذه المعرة وبعد مضي حوالي ساعة تلف موسى طلوازة ثلاثة مجاهدين لاستوجع جثمان السيل استقلال الذي كان بطع الوادي وفي طريقهم نحو المتان المحدد التقى المجاهدون الثلاثة بمدنيين وأخبروهم بأن الجنود الفرنسيين اتشفوا السيل استقلال وهو يحتضر في المتان الذي تريت فيه فتقدم منه ملازم فرنسي وطال له لقد أصب ناتا أيها الفلاد الوسخ فأطلق عليه ثلاثة رصاصات وبعدها انصيراف الفرنسيين حمل المدنيون جثمانه ودفنوه نتائج المعرة في صفوف جيش التحرير استشهاد الطيب بن ميرا وإصابة شخصين بجروح في صفوف القوات الفرنسية سطوط العديد من القتل والجرحة استطاق طائرتين مطاردتين ستا موران جدوارا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد شكراً لكم